السلام عليكم البنات كديري لابس عليكم جيدكم اليوم بوصفة فروماج منزلي او جبن منزلي متعدد الاستعمالات يمكن لكم تستعملوا بثاف ديال الوصفات يمكن لكم تكلوه هكذا كي جبنين وساهل واقتصادي وبكمية وفيرة غير بنستطرو ديال الحليب نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ان الاعجابكم وانكم تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا كذلك زر الجرس بالنسبة للمقادر الوصفة كيفما قلت لكم كنحتاجوا نص سترون ديال الحليب من الأحسن يكون هاد الحليب هادا كامل الدسم ولا الحليب ديال العبار يعني بجوج كي يعتون نتيجة مرضية كنحتاجوا كاس ديال الناشا كاس ديال العنبة هنايا كنحتاجوا جوج المعالق الكبار ديال زبدة من الأحسن تكون زبدة حيوانية ومن الأحسن كذلك تكون بحرارات المطبخ بالنسبة للملح هنا عندي تقريبا معلقة كبيرة يعني متوسطة وبنسبة الجبن المثلت اي نوع كتحتاجوا ثلاثة ديال الحبات كيفما كتعرفوا بالنسبة للملح الفروماج كي يخصوا يجي مالح يعني ما تكتفيوا بمعلقة صغيرة حاولوا تديروا معلقة متوسطة ومن الأحسن كيفما كتشوفوا اطحنوا هاد المكونات حسن ما تعملوا غير يعني بتطرى باليداوي خصوصا بنسبة لانشا يعني باش تتحلينا مزيان أما الزبادارة كيفما غدي تشوفوا رغا ديال دوب لنا يعني مني هنكنو كانوا كنطيبوا الوصفة ديالنا أو للفروماج ديالنا كنحطوه على نار مهيلة كيفما وريتكم وما كنحبسوش من التحرك ضروري ما نبقى ونحركو بزاف يعني نبقى وقفي انحداه حتى يعقد لنا ويوصل هاد الكتفة هادي اللي كتشوفوا بحالة تقريبا كتفة ديال الكيكا هنا كنضيفوا معلقة صغيرة ديال الخل أبيض او للخل عادي هذا الخل هذا يعطي دك نكهة الفروماج لانه يحمض لنا شوية هذا الحليب هذا وفي الاخير كان اخذوا هاد العلبة انا اخذت العلبة ديال الحليب قطعتها وكان ضيفوا الخالط ديال انه هو باقي سخون ما تخليوش البنات حتي يبرد او لابرت يدير لكم كتل وما كيجي شكل ديال وقع زوين منين يكون هاكدا باقي سخون في الكسرونة ديالكم او لف الطنجرة كان نديرو فاديك العلبة وكان بدو بحال هاكدا يعني كان نرجو بهالطريقة هادي يعني باش يتعمر لنا العلبة مزيان وما يبقاوش ديال اماكين اللي فيهم الهواء يعني لداخل في العلبة وابنسبة هاد العلبة انا را معبرتها شوالي كان راكتر من نسكيلو را تكون هنا شي ستمية وخمسين جرام ديال الجبن اللي غادي تخرج لنا غير بنستطرو ديال الحليب وكان بقوا بحال هاكدا نرجوها يعني حتى كنحصلو على سطح مستوي ومقاد وكنتأكدو ان ما عندناش الفراغات في العلبة ديالنا كان وضعوه في الطلاجة مدة اربعة ديال الساعات ولا من الاحسن ليلة كاملة ولا من الاحسن تديروه في المجميدي لكنتو مزروبين بيت ديرو واحد ساعة ونص وصافيدة غادي نشوفوا الشكل النهائي هانتوما كيفما كاتشوفو انا خليتو اربعة ديال الساعات سنقطعو الكارتونة ديالنا هاكدا بمقص اراكي يجيزوين البنات غير حاولوا تجربوه وساهل خصوصا ساهل واقتصادي يعني ما كيكلفكمش بزاف والنتيجة كتكون مزيانة والكمية كتكون كبيرة يمكن لكم تعمرو به الفطائر يمكن لكم تعطيو هاكا ديتخانش تحطوهم مع الخبز يمكن لكم يعني عندو عديد من الاستعمالات انتوما كيفما كاتشوفو منين كنرجوهم زيان يعني كيجينا شكل مستوي وهنا غادي نقطعلكم طريف باش شوفو الشكل ديالورا كيجير طيطب ووزبين يعني بحل الفروماج اللي كناخدو كيفما كاتشوفو ونتمنى انكم تبغطاجوا هاد الفيديو وتقسموها مع الاصدقاء ديالكم لانها وجه صفا ناجحة وزوينة وبنينا هنتوما كيفما كاتشوفو شكل ديالو زوين وساهل يعني ما كيخدش منكم وقت بزاف نتمنى ان الفيديو دياليوم تنال احسانكم وانكم خصوصا تدعموني بالاشتراك في القناة باش نعطيكم الجديد من الوصفات ويعني نتقسم معاكم الوصفات ووشهوات يعني الاقتصادية وسهلة في التحضير وكذلك ما تنسونيش بالدعم وتفعلوا الزر الجرس باش يوصلكم جديد كيفما قلت لكم وتبارتجوا خصوصا هاد الفيديو هادا مع الاصدقاء ديالكم وتخليوا لي خصوصا للايك بزاف 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 ديالي لايك وديالي كومنتار وكنتمنى لكم فورجا ممتعة والى فيديو قادم باذن الله